فبالتالي الحديث على إيه؟ الناس كلها بتتكلم على إيه؟ دايماً دايماً لما بيخسر الأهلي أو بيتعادل الأهلي أو الأهلي حتى ما بيكسبوا أداء وبيوحش الكلام بيبع على مين؟ مين؟ موسيمان كله بيحاول يتصاعد للرجل الأخطأ هل الرجل أخطأ؟ أه بصراحة في حاجات أخطأ فيه بصراحة مش هنتحك على بعض ولا حلين يكتب على وقت هل طبيعي إنه يغلط ولا الطبيعي إنه ما يغلطش؟ لا هو طبيعي إن الرجل يغلط مفيش حد دايماً بتبقى قراراته كلها سليمة وصح ومليون في المية زي الفل مفيش كده في الدنيا لازم حيبقى عنده مطشاط بقرارات ممتازة بإدارة فنية رائعة ومطشاط أخرى يجنبه التوفيق يبقى مش موفق خالص ويبقى عنده أخطأ في بعض القرارات اللي بياخدها فبالتالي يبقى الأداء كده أو النتيجة كده أنا الحاجة الوحيدة من وجهة نظر أنا وانا مش دوري هنا أو مش اختصاصي إن أنا حل المطشاط يعني أنا هنا مقدم برامج لكن الملحوظة الوحيدة إن إحنا كنا بنلعب 3-4-3 الشوت الأول والدنيا ماشي كويس ومسيطر على الجيم كله ومصعب الأمور على المنافس بالنسبة لك ومش عارف يوصل للمرمى بتاعك خالص إلا في حاجات نادرة وكسبان 1-0 خلاص الشوت الأول رحت معدل لطريقة 4-2-3-1 أعتقد ده كان سبب من ضمن الأسباب اللي خلت إيه خلت فيوتش يرجع في المطش أكيد في وجهة نظر فنية عند الموسماني وفكرة معينة كان عايز يطبقها بس ما نجحش فيها هو أضرب كل شيء هو المدير الفني وهو المدير الفني المميز الجيد جدا جدا فالأخطاء وردة عند أي مدير فني في الدنيا لكن الأهم إن أنت تتدارك هذه الأخطاء وإزاي تعالجها وإزاي تقدر تبني على المكاسب اللي عندك وإزاي تقدر أن أنت يعني تبقى أفضل وأفضل وأفضل الحاجة الثانية كنت أتمنى إن يتم استغلال الحلقة المعنوية المرتفعة جدا جدا عند طاهر محمد طاهر إنه يبتدي هذه المباراة أنت في نفس الوقت لعبت بعدد كبير جدا من لعبة لأول مرة لعبة مع بعض غيرت كثير في التشكيل يعني ودي برضو جزئية مهمة لأن الناس بتتكلم فيها يقولك لما الأهل يبقى تشكيله ثابت لقي ناس تقولك إيه يا عم ما تغير لعب لعبة تانية شوية يا عم خلي اللعبة التانية دي تاخد فرصتها طب قديهم خدوا فرصتهم مثلا مش تقليل منهم بس هو عنصر الانسجام والتناغم ما بين اللعبين عمره ما هيتعامل كده في مطش لازم بيبقى فيه ظروف لازم بيبقى فيه مباراة لازم بيبقى فيه تدريبات بعدد كافي إن أنت تحاول تعمل التوليفة اللي أنت عايز تعملها فبعض السلبيات كانت موجودة مبارح وده طبيعي وده مش انتقاد بالمناسبة للمسلمين مش انتقاد هو راجل بني آدم بشر زينا زيه زي أي مدير في جوارديولا بيغلط أي حد بيغلط وارد يبقى يومك وارد ما يبقاش يومك وارد يبقى موفق وارد يبقى غير موفق في الحقيقة ففي كل الأحوال خلينا نعدي هذه المباراة الأهلي أول الدوري لسنا عنده مباراة كمان مؤجلة ماشيين بشكل ممتاز جدا جدا ست مباراة متتالية بتفوز مباراة وحيدة بتتعادل وده أمر وارد جدا جدا في كرة القدم برضو أنا بطفك مع موسيماني في بعض التصرحات اللي قالها بعد المباراة وفيما يتعلق بأن احنا عندنا عدد كبير جدا من لعيبة الدوليين المجهدين كل الأمور دي ضغط كبير وده دول بني قدمين الرجل بيتكلم في كده ودي حقيقة وعنده حق بصراحة أنت عندك كل لعيبة لعيبة دولية بس بصراحة مباراة برضو كان فيه عناصر جديدة مش دولية أو ما كانش مع المنتخبات المختلفة الفترة اللي فاتت ولعبت فمفروض أنهما يكون عندهم أرياحية كبيرة بدنية وزينية أنهما يقدوا بشكل أفضل من كده لكن برضو يا جماعة الناس دي عندهم رصيد كافي والله والله لو خسروا مباراة أو خسروا ماتش ولا اثنين تلاتة جايين فهم عندهم الرصيد لأنت لو هتخسر في دوري أنت مخسرتش البطولة لسا أنت بتنفس بس نحن نفسنا أنه نحسن من دوري بدر بدر ودي بتبقى ميزة بتريحك بشكل كبير جدا في فترات كتير جدا هتبقى مجهد فيها فبالتالي الناس بتتصايد الأخطاء المسلماني آه عندهم حق في الأخطاء اللي غلطها المسلماني من وجهة نظرهم مثلا ممكن يكون الرجل عند وجهة نظر مختلفة ممكن يكون هو الصح لكن بصراحة نبقى جحدين قوي قوي لو في ناس تطرقت لأن المدرب ده ما عندوش فكرة دي بقى احنا ناس جحدة وما بنفهمش في أي واحد يقولك كده وحيات ربي ما بيفهم في الكورة خالص ما عندوش فكرة عن كورة آه انتقد احنا هو بنقول المسلماني غلط في حاجات ما نفعش مش هنتحك عن الناس نتلقى له لا معلش أصلا مش موفق لا مش احنا ما عرفش نعمل كده انتقد عادي جدا جدا لكن تقول ما عندوش فكرة ورجل ماشي معه بالحظ يبقى معلش انت اللي معندهش فكرة انت اللي بتقايم بالحظ انت اللي بتعرفش تقرأ مانشاطه انت اللي بتعرفش انت اللي غلطوان على الفكرة ليه هل هو دفاع مطلق عن المسلماني لا الراجل أرقامه بطولاته وإنجازاته مع الأهلي هي اللي بترد هي اللي بتتكلم عمر ما ربنا حيكرمنا تخيل انت مثلا لو كان عندنا قدارة غير وعية في النادي الآية بتحاسب يا راجل ده لسارتي لسارتي اللي خسر خمسة من سان داونز الإدارة ما مشيتوش لان احنا في الاهلي عندنا سيستي ما ما نحاسبش بالقطعة لو خسرت مطش حتى لو منتيجة كبيرة فانا مشيك لا انا مش كده مش هو ده طريق النجاح خالص بتخيل انت لو كان عندنا إدارة غير وعية وسلمت ودنها للنقاد مش بتكلم عن الجمهور الأهلي إن الجمهور الأهلي ده ليه الحق في كل حاجة بتكلم على بعض من هم محسوبون أو محسوبين على كرة القدم اللي هم طبيعي يكون عندهم خبرة في الكرة لعب كرة قبل كده محللين يعني يجي يقولك أصل الرجل ده ما عندوش فكرة الرجل ده ماشي معاها كده بالحظ وكلام من ده لو كنا سمعنا الكلام ده أو كان الإدارة مثلا بتمشي قراء الكلام ده كان عمره من ربنا هيكرمنا لأن الرجل ده في الحقيقة عمل إنجازات كبيرة جدا مع النادي الأهلي وهو مش مستني إن حد يدفع عنه أنا بقول لحضراتكم المسلماني مش مستني إن حد يدفع عنه اللي بيدفع عنه هو إنجازاته وألقابه وبطولاته وأداءه الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي في الحقيقة وأداء الفرقة نفسها ورد جدا إن أنت ماتش تقع ففي كل الأحوال المبرار خلصت وعدت وإن شاء الله بإذن الله القادم يكون أفضل بكتير لأن إحنا عندنا فرقة كبيرة وعندنا مدير فني متميز وده أمر مؤكد